ريال مدريد بيعلن التعاقد مع المهاجم الأسباني كوسيليو ده على سبيل الأعارة يعني ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي قال إن اتفق النادي مع فريق إسبانيول على إعارة اللاعب خوسيلو لصفوف ريال مدريد الموسم القادم مع خيار الشراء في الصيف ده أضاف كمان الموقع انضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد عندما كان في سن العشرين سنة لعب مع فريق الكاستية لمدة موسمين وقدم أول زولي مع فريق ريال مدريد الفريق الأول كان في عشرين حداشر تابع الموقع بيتمتع خوسيلو بالجنسية الأسبانية هو لاعب دولي مع المنتخب الأسباني طبعا اللي هنشوف طبعا اللي خرج يمكن مؤخرا بلقب دور الأمم الأوروبية اللي كان أمام المنتخب الكرواتي اختتم الموقع أنه سيقوم بحفل تقديم لخوسيلو اللاعب الجديد في ريال مدريد بكرة الساعة 11 صباحا بتوقيت أسبانيا بمدينة ريال مدريد الرياضية هيظهر اللاعب في مؤتمر صحفي كمان أمام وسائل الإعلام سيما بقول لحضراتكو يمكن من أيام أو من أسبوع أعلن طبعا أعلن رحيل كريم بن زيمة عن ريال مدريد من مدريد نروح لبرشلونة يعني برشلونة كمان بيحاول موسم قوي الموسم اللي فات لكن كمان النهاردة برشلونة بيتعاقد مع لعب أفريقي يعني كمان صفقة رائعة لتأمين دفاع برشلونة لفترات طويلة وفي المستقبل أعلن النهاردة عن التعاقد مع مدافع أفريقي في بداية موسم الانتقالات الصيفية الحالية النادي ألف بيان رسمي على موقعه الإلكتروني أنه بالاتفاق مع نادي كوستيسيا زغرب الكرواتي تقرر ضم المدافع ألسنغالي ميكاليلي ميكاليلي فاعي لمدة أربع مواسم مقبلة حتى 30 يونيو 2027 خلي بالكو برشلونة وضع الشرط جزائي قمته ربعمائة مليون يورو لللاعب ده طبعا شرط جزائي للخروج من العقد واللاعب حينضم طبعا إلى فريق الشباب فبيغ طبعا اكتازل الفحوصات الطبية في مستشفى برشلونة وظهر طبعا مرافق النادي وارتدى قميص الفريق الكتالوني طيب نروح لخبر آخر جارديولا وقال الجميع يعرف النادي الذي يريده يعني النادي عارف بالزبط إيه اللي هو عارفه انفا بيه هو اللاعب الذي يريده جارديولا يعني علق بيب على الموضوع دوت دراغت على الموضوع دوت